اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البعض يقول الآية اهجت في الكتاب صح لكن ما هو رد الرب فقال رب لو كان لكم ايمان مثل حبة الخردل لكنتم تقلوا لهذه الجميزة انقلعوا غريس في البحر فتطيعكم تاني رب لما طلبوا منه التلاميذ علمنا كيف نصلي فبدأوا يعلمهم كيف يصلوا لما رب طلب منه من التلاميذ زد ايمانا ما زدتش ايمانهم ليه رب ما عملش كده وليه رب عمل كده لان الموضوع قائم على الشخص وليس قائم على الرب عشان كده موضوع الايمان احتاج تفهمه وتدرسه عشان تفهم المعجزة بتشتغل ازاي نيجي عند المشكلة انتشرت كتير بتعامل مع جدر المعجزة وكيف تنجح لماذا لم تنجح مع البعض وكيف تنجح لو انت عرفت المشكلة تعرف الحل الخلط ما بين البركة واللعنة والاعتقاد اني الذي كان لعنة تحول الى بركة خلينا نفهم جدر الموضوع ده جزايا ما هي لعنة وما هي بركة في الكتاب المعجز ما هي اللعنة وما هي البركة تعريف اللعنة هي قوة للفشل والانحضاج والضمار والسواد كل ما هو سلبي البركة هي قوة للنجاح قوة للانتشار قوة للثبات فالفرق بينهم متضاد يوجد مشكلة عند البعض في فهم الآية بتاعت افتح معيانا حمية 13 عدد بايح في ذلك اليوم قرأ في السفر موسى في أذان الشعب ووجد مكتوبا فيه بعد إهمال الكلمة فترة أن عمونيا ومؤبيا لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد لأنهم لم يلاقوا بان إسرائيل بالخبز والماء بل استأجروا عليهم بالعام للعنهم وحول إلهنا اللعنة إلى بركة الشاهد الكتابي ده بيوضح تحويل اللعنة إلى بركة ما تم ساعة موضوع بالعام ارجع إدرس سفر عدد 23 أني تم رشوة هذا النبي هو نبي مرتد هو كان نبي وارتد ساب الرب فكان من كتر ما هم شايفين أنه يوجد قوة للكلمات المنطوقة ويوجد أمور بتخرج من الناس عليهم من المسحة بتاعة إسرائيل بتكلم كأمم بيتفرجوا فرحوا مسكوا الشخص ده وقالوا له تعالى ورشوة 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 كيف ألعن بسبب قوة روح القدس عليه رغم أنه ماشي غلط بس تم تلجيم لسانه تم منع لسانه فقال له كيف ألعن الشعب لما ينفعش أساساً سحري يحوق فيهم كيف عشان كده تحويل اللعنة إلى بركة أي تحويل رغبة الناس للعنة الشعب أن الرب جعل هذا الشخص يتكلم بالبركة وليس أن ما كان أو ما يصنف لعنة الآن يصنف بركة البعض منكم ممكن يكون مش فاهم الفكرة دي لكن في الصورة مبسطة للبعض يتعامل مع الموضوع يقول المرض دول البركة المشكلة دي للبركة الرب يحول هالي للبركة فيه فرقة بين يحولها للبركة بمعنى أنها تتحسن وتصير متغيرة إلى بركة حرفية لكن ممكن بتحوي عند البعض أني يبقى الحال كما هو عليه لكن أنا بتبارك عن طريق أني بلجأ لرب كل شوية بالاستغاثة لأنه مش نافع أعمل حاجة دي لأنه فيه خلل معين ماديا خلل معين أيام كان المشاكل اللي فيها الشخص بيفتكر أن تحويل اللعنة إلى بركة هي أن الحالة زي ما هي بس تحويلها معنويا نفسيا تخديريا أن ربها يعطيه قدرة لاحتمال الشيء هذا ليس كتاب ما كتاب يقول تحويل اللعنة إلى بركة ليس معناها ما كان يصنف لعنة الآن يصنف بركة لا لازال رب هو هو أمس واليوم في مبادئه هو هو أمس واليوم وإلى الأبد في تعاملاته ما يصنف لعنة هو يصنف لعنة في العهدين لكن الخلطة ما بين العهد القديم والجديد في الأمر أن كلام ده كلام عهد قديم وكلام ده كلام عهد جديد أنت بحتاج قواعد تفهم فيها ما يجب فهمه والفرق ما بين العهدين الفرق في هزيمة إبليس الفرق في أن رب قد طبيعته للإنسان وليس أنه حول اللعنة إلى بركة أنه جعل ما يسمى لعنة الآن يسمى بركة عشان كده افهم ايه هي لستة اللعنات ارجع راح في تسنينية 28 في تسنينية 28 يتكلم عن هذه اللستة والكتاب يتكلم فيه لينك وفيه رابط بينما بين تسنينية 28 حسب غلطية ثلاثة افتع مايه بسرعة تسنينية 28 هقرأ معيك بعض الحاجات سريعة عدد واحد إن سمعت سمعاً لصوت ربي إلهك وتحرص أن تعمل بجميع وصيحة التي أنا أصيب بها اليوم يجعلك ربي إلهك مستعلق على جميع قبائل الأرض الكلام دول لي ملهوش معنى تاني مباركاً تكون في كل حاجة بتعملها في سلتك ومعجنك في خبزك خزائنك في ثمر بطنك أعدائك منهزمين أمامك في سبع طرق تشتتوا هاربين رغم قد يكون اتحدوا ضدك اسم ربي يبقى دعي عليك تيجي تعطي راحا والمطر يأتي على الأرض بتاعتك في معاده لأن دي كانت مشكلة بيرة قوي قوي بعدين قدت لأزمات كمان بتكلم عن إنك تقرض ولا تقترض تسلف ولا ما تستلفش وبعد كده تكون في الارتفاع فقط لا في الانحطاط رأسا لذنب وإني رب أمر لك ببركة محمولة كل دي البركات بعد كده بدأ يتكلم من عدد 15 ولكن إن لم تسمع رسالة ربي إليك لتحرص أن تعمل بجميع وصياء وفرائد والتي أنا أصيك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك ملعوما أن تكون ملعوما يبدأ يضع اللست كبيرة جدا من اللعنات وإنت بتتعامل في الدماغ دي الشعب بدأ يفهم أن أي شيء تبع القائمة دي لعنة تبع القائمة دي ببركة في الحقيقة يسوع عمل حركة أول ما استلموا أرض الموعد وقف مجموعة من الناس على جبل اسمه جبل البركة لديهم ووقف مجموعة تانية على جبل اللعنة وخلاهم يقروا هذا الكلام وده يقروا هذا الكلام لوضع فارق بينهم وجعل الموضوع أن لا يوجد خلط بينهم ده السبب التلاميذ لما شافوا المولود أعم قالوا لا هذا أخطأ أم أبواه ما فيش احتمالية برا أن ده يتصنف إزاي مش كده الخلط اللي حصل دلوقتي والصداقة مع المشاكل تحت مسمع أن حاجات أنت مش عارف أنه ممكن تكون دخلت ذهنك قد تكون من تربية من مجتمع بتقراها على الميكروبساط العين صابتني برب وعمل تقرأ وزي ما قلت بكده أن كويس إنها جاءت في كده كويس إنها جاءت في كده إيه اللي جاء إيه هو الحاجة المتربصة إيه الحاجة المستنية إيه حاجة الناس مرتعبة منها فيه ضريبة من الشيطان على الشخص اللي هيتحك بالليل هيتحك بالقوة تتحك بالليل لا حسن بس بس أسكت أسكت ويتم إطفاء الفرح من البيت منعا لدخول وتسلل أرواح شريرة لتنكيد البيت أو نكد البيت أليس هذا سحر وتواطئ مع مبادئ غير كتابية ألم يقل الكتاب أن يسمع صوت الفرح من بعيد من خيام أي بيوت الصديقين أي الأبرار ألم يقل هالكتاب عن أن إحنا لا نخشى من المستقبل أي شيء خارج الكلمة هو سحر ليس له اسم تاني السحر هو التعاون مع إبليس في رقية أو في التعاون معه والتعاون مع مملكة الظلمة في مبادئها مش لازم الشخص يروح للسحر ولا يقرأ حاجة مش كده أي شيء أنت بتخضع لمبادئه وهيجل حال للحتة دية هتكتشف أنك خضعت لكل حاجة تابعة مرهج دعوة أنت فاهم اللي بتعمله ولا لأ أنت لما بتخضع إلى قصة معينة أو دراما معينة وتبتدي تصدق للناس بتقولوا عن تشخيص أن فلان تظلم أو فلان ما تظلمش وأنت مش متابع الموضوع ولا عارف الأطراف الثانية قالت إيه أنت خضعت للأرواح بتاعت الناس اللي تكلمت دية وأنت في شريعة مش كده هام جدا أنك تفهم أن المعجزة والبركة واللعنة المعجزة تشمل البركة وليس تشمل اللعنة لأن البعض يقول أصلي أنا طلبت كذا فرح الرب اداني كذا أصلي طلبت كذا فرح الرب اداني يتدي الشخص يحاول أن يخمد الأسئلة عبر الطريقة دي البركة بركة واللعنة لعنة ولما تيجي تتقابل مع أي حد من دارسي الشريعة في الوقت دو لا يوجد خلط بينه لا يوجد خلط بينه ما فيش احتمالية أن تسمى حاجة لعنة إنها بركة أو بركة تسمى لعنة لما يوسف تقابل مع أخوات قالهم أنتو أردتو بي الشر أن الرب أراد بي وحول الأمر دو للخير اللي هو إيه إن هو بقي في المنصب دو وليس الخير هو كل العبر فيه لكن روح القدس كان بيقود المسيرة بتاعته لحماية وفي حاجات وبرا عن حجامات من الإبليس في حاجات روح القدس أصد أن يتنسي عشان يطلع فمعاد معين هذا شغل روح القدس أما إمرأة فتفار فهو شغل إبليس فمش كل رحلة يوسف من الرب لأن الكتاب يقول عليه أنه اعتمد على عزيز يعقوب اللي هي قدير لفظ عزيز اعتمد على القدير أي اعتمد على روح القدس إذا كان مع الرب ضد الموقف وليس أن المواقف كلها مبعوتة من رب ودربته أرباب السهام كيف يقول عليه كده معنى كده أنه لم يكن هذا الرب ما تجد التعامل مع ما احنا شربناه واتوهمنا في قرائتنا أن الرب عايز كده لتعليم ندروس هو المعيق للمعجزة هو ده المعيق للمعجزة خريني أعرأ معك بسرعة غلطة يا ثلاثة الرابط ما بين دو ودو ما بين البركات دي غلطة الثلاثة عدد الرابط تصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لأنه بالإيمان ما وعد به الروح القدس إذن بركة إبراهيم اللي قيلت على شعب إسرائيل الآن صارت على الأمم للناس اللي هي بتقبل يسوع إذن في رابط ما بين إرعدة التسعة إذن لدينا هم من الإيمان يتبركون مع إبراهيم الذي سلك بالإيمان عشان كده وإنت بتبص للبركة واللعنة لا يوجد احتمالية لتصنيف ما يطلق عليه بركة في الكتاب والدس حاجة تانية سريعة لقوة 11 عدد عدد 11 إذن تصنيف جيدة لدى الرب هي كل الإيجابيات التي تقالت في الثلاث أمثلة وليس بديل الحاجة دي وبدأ الرب يضع رابط ما بين الأب الأرض وهو ومقارنة إذا كان الأب الأرض ليس هيعمل ده كم الحري آه هو بيصد عن روح القدس لكن ده مبدأ عين عين كده جدت ذهنك رغم أن البعض بدأ يفهم الحق الكتابي ده ولكن تلف تلف الفكرة تاني وترجع تنط على السطح أني ربما يكون رب مش عايز المعجزة دي وترما أنت مش متأكد من أن ده حقك في ملكوت الله طبيعيا مش هتحاول تاخده بصورة فيها آه لجاجة وفيها أنك بتاخد الحاجة دي بشراسة ضد إبليس لكن بيتحول العدو إبليس أنه بصورة خبيثة أنه الرب هو العدو في المشكلة بس أنت بتستحي تقول الرب هو العدو ف بتعد تقول مش عارف رب اللي مش عايز لكن الأمر مش كده الحاجات دي كلها هي اللي قدت في ذهن البعض أن الموضوع يبقى صعب افتح معي أمثال 26 عدد 2 العصفور ما يقدرش يقف على حاجة نشفة والعصفور طاير مش لاقي مكان يقف عليه كذلك اللعنة بلا السبب لا تأتي ويتكلم عن الطائر عامل زي اللعنة 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 تستقر لازم يكون فيه أرضية عشان توقف عليها بلا السبب لم تأتي ابتدي سد الخانة دي في ذهنك انه مش عارف ايه اللي هيحصل مش عارف المستقبليات مش عارف ايه اللي هيحصل ايش ايش اللي يكون عليه يوحل نقول ثلاثة بتكلم لكن عارف ان احنا نكون كما هو ما كانش تكلم عن ظروف الحياة بتكلم عن الشكل بتاعنا بعد القيامة لكن عارف تفاصيل لا لكن عارف ان احنا نكون كما هو لكن غير كده لان عالم دي كلمة مش موجودة بالصورة الناس تستخدم لما يجي الكتاب بيتكلم في كنوس التانية 12 بوليس بقول لا اعلم اذا كنت انا في الجسد ام لا لا اعلم لان انا كنت متعلق روحيا مش عارف هل انا كنت في الجسد ام لا كلمة لا اعلم بص على استخداماتها مش هتلاقيها موجودة في العهد الجديد تحديدا بعد القيام لكن وانت بتتعامل مع ظروف الحياة يجب ان تعلم لا تصمت عند الاسئلة دي لان من هنا هذه الاسئلة نفسها هي اللي هتحول الى حائط بعد كده مش هتحس به غير لما تيجي المشكلة ولا يكفي ركز في دي لا يكفي انك تؤمن بصلاح الله بتقول طبعا وانا ده وعارفه من زمان رب عمره ما بيجيب حاجة وحشة برضو بالمفهوم الخطأ طبعا لما تقول الشخص الحاجة دي ليس من رب يقول طبعا ربنا ما يجيب حاجة وحشة بس ربنا سمح ما هيها فهو يفتكر انه خطأ انك تتكلم غلط ناحية المشكلة دي اللي احسن تاخد اكتر من الرب لان الرب هو الورا الحاجة دي الرب هو ويمكن انك تتكلم بدا وانا رب نفسه قال ان كان الاباء الارضين ما بيعملوش كده كم صلاح رب ما بيعملش كده في خروج 23 يوجد ايضا اكتمال لهذه القائمة بتاعت اللعنات يتكلم عن التشوه الخلقي هو ما اسموه تشوه خلقي المفروض يعني الله لا يخلق شيء مشوه يشمل جواه لا تكون مسقطة ولا عاقر في أرض بيتكلم عن الخلفة ولما تيجي ترجع على أصول الكلمة بتاعت العبر يشمل كل مشاكل المرأة في الإنجاب وكل مشاكل الطفل كمان مشمولة بما فيها المشاكل العضوية خلال خلال أدخل معيك على نقطة تانية ثلاثة كبيرة قوي أن الرب هو إله الهزيع الرابع أي معناها لازم يستنى شد أعصابك لكي يتدخر في الموضوع يستند على أدية ويستند على وهنيجي لقصة الهزيع رب أوكي في حل 11 وكان إنسان مريضا وهو العازر من بيت عانيا من قرية مريم ومرثة أختها وكانت مريم التي كان العازر أخوها مريضا هي التي دهنت الرب بالطيب ومسحت رجعي بشعرها فإرسلت الأختين إليه قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض فلا ما سمع يسوع قال هذا المرض ليس للموت ارجع للترجمات ورجع ورأي هذا المرض لن يؤدي به إلى الموت ما قالش إن هذا المرض مش هيكون عشان لما يموت أنا هقوم هذا المرض لن يؤدي به إلى الموت رب أطلق كلمات في الحال رجع ورأي في الترجمات زي بظبط بتيجي تسمع مشكلة تقول بإسم يا سؤال حاجة ده مش تحصل من طرفي أنا أطلقت الكلمة ودي هجي لها حالة يا ترى حصل استقبال في عالم الروح لو الشخص لو الشخص دو كما رب قال إن كان ابن السلام سيحل عليه هذا السلام واضح إن العذر كان مش نشيط روحيا هذا لم يجعل رب يكره كذلك يقول رب يحب وهيز بالدحال نقول فلما سمع يسوع قال هذا المرض لن يؤدي به الأموض بل لأجل مجد الله ليتمجد إن الله به وكان يسوع يحب مرثة وأختها العذر الجملة دي موجودة لهدف إلى بعده فلما سمع له مريض مكف حين إذ في الموضع الذي كان فيه يومين أين كان الموضع دو فهنا نشوف أن رب رح لقى في القبر ليه كم يوم أربع أيام مسافة السفر ما بين المنطقة اللي كان فيها رب يسوع إلى بيت عني يومين معما كده في اللحظة اللي قولوا فيها الناس سفروا يومين ورجعوا في يومين في لحظة محم جوم كان هو مريض قد يكون مات في النص قد يكون لا لكن الرب نفسه تكلم كلمات منطوقة عليه لن يؤدي به لما نفهم في اللحظة رب كان بنور من روح القدس رب عارف أنه عايش فتكلم منه يحي هذا الشخص زي رب عمل معاكزات كتير جدا عن بعض بكلمة منطوقة فبالتالي رب أطلق الكلمات وكمل خدمة أين كان رب يسوع رب هرب آخر فترة في حياته من القتل في مكانين تجي ترجع وتدرس الكتاب صح هترتاح الأمور رب هنا لم يتمح اليومين علشان يجعلها معجزة كبيرة لقط أنها تحصل معجزة لكن ليه رب يقول كلام ويرجع في الآخر خالص يقول عكسه ليه رب قال هذا مرض لن يؤدي بها أنا واقف في ساعتها لو أنا موجود معاه هفهم أنه العذرة مش هيموت لكن في الوقت ده مات الناس دي رجعت بعد يومين في الوقت ده راح الرب قال تعالوا بينا نروح نقوم راح الرب قضى يومين السفر عشان كده أربع أيام فواضح الناس لما وصلوا لسه يقولوا الخبر لمريم ومرثة فوجئوا أن العذر مات كانوا يروح لهم يقولوا لهم السيد تكلم الكلمة وضعوا إيمانكم في الكلمة في الوقت ده ما حصل الأمر بالصورة دي الموضوع مرتبط ب إيمان الشخص افتح معي الأصحح اللقب ونعرف رب يسوع كان فين في الخريطة افتح معي يوحن عشرة وعدد 39 الدنيا شدت خالص من ساعة أصحح 9 المولود أعمى وبدأوا يستفزوا جدا بسبب قالوا هذا الشخص بيعمل معجزات كتير جدا فبدأوا يحاولوا قتله وصل العشرة بدأ رب يتكلم بجرأة جدا عن أني خرافي تسمع صوتي فحاولوا أنهم يقتلوا ف من عدد 39 فطلبوا أيضا أن يمسكوا فخرج من أيديهم ومضى أيضا إلى عبر الأردن إلى المكان الذي كان يحنى يعمد فيه أولا ومكث هناك فأتى إليه كثيرون رب كان بيخدم وقالوا أن يحنى لم يفعل آية وحدة لكن كل ما قاله يحنى عن هذا إذن دولا جمي يقبلوا يسوع كان حقا فآمن كثيرون به هناك لازم تعيش الجو آمن به مش معناها ربع ثانية كده كله آمن الناس كلها أرى واحد بتهم معناها قاعد يخدم قاعد يخدم قاعد يخدم فرب كان مشهول في الخدمة ثلاث عملقة من الناس اللي هما مؤرخين كتاب المؤدس قاعدوا ينفوا للناس الإشعاعات التي تبعت على الشاهد دو أن رب لم يكن متمحل لكي إقامة العزب وإذا أريد هذه المراجعة يمكن أن نوضحها في الموقع لذلك رب يسوع كان في حتة يفتح معي يوحنى واحد عدد 28 هذا كان في بيت عبرة في عبر الأردن حيث كان يوحنى يعمل إذن ده اسم بيت عبرة أو عبرة ده المكان رب يسوع كان فيه يبعد عن بيت عانيا صفر يمين فبالتالي رب لم يكن متمحل على العزر لكن أطلق الكلمة وكمل خدمة بعد كان لقط فروحه أن العزر حبيلا قد نام ولماذ لم يكن ألمات وبدأ يتحرك في إقامة العزر وهم كانوا مرعبين من أن رب يسوع قتل بعد كده رب يسوع تحرك الكلام كان في ديسمبر ورب تحرك بعد كده خرج بسرعة من بيت عانيا وتحرك في مكان تاني إلى أن أتى دخوله في الأحد المشهور ما نطلق عليه حد الزعف في إبريل فرب عايش آخر حوالي خمس شهور في المكانين بتاع بيت عبرة والعايز أكثر استفاضة تلاقيه الكلام ده ممكن نحطه على الموقع قريب طيب معنى كده أن رب يسوع لم يؤجل لم يؤجل الأمر ليصنع الشيء معين يوجد أسباب فيها الأمر كان يتحرك فيه خدمة وما سبش الموضوع أطلق الكلمة لماذا في ناس تانية جابت معاها الكلمة لماذا الرسل دول اللي راحوا أو الأشخاص المرسلين يعني من مريم ومارثة قالوا أوكي حملوا هذا الخبر ويسوع كان معروف عنه أن كلمات فيها قوة رايحين راجعين وهيقولوا هذا الخبر فمات فواضح أنه مات أول ما هم وصلوا كان له أربع أيام في الوقت دول بمعنى تاني إذا كان رب يريد أن يتمحى لماذا لم يذهب معهم كده كان هيروح إلى إيمات من مات لأربع أيام لو كان ذهب مع الناس دية في الحال لإقامة لعوذك هيروح إلى إيمات عشان كده الموضوع مرتبط بفهمك لمبادئ وخريطة ودراسة لي إذا حصلت أما البعض يمكن يأخذ الشاه الدو ويتأمل فيه قد يأخذ عليه وعظة واثنين وثلاثة متأملا كيف رب يتمحل كيف رب ينتظر ومن هنا عملين نشرب هذا نصر مرحلة فيها عدم توقع لمعجزات لماذا رب يستنى على العذر لو رب كان يهدف أن رب ينتظر على العذر ليظهر المجد كان يذهب معهم في الحال لأن كده كان يقيم العذر لو رح في الحال أو رح بعض يومين ثاني ارجع ورجع وريع اوكي اذا الهدف ليس أن رب يريد أنه يصنع شو معين نثقوا أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وiOS لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactusatlifechangingtruth.org نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر